اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدور السادس الخامس الرابع التالت وكل هذه الحبال تخفف من وطئة الصدمة بين جسمه وبين الأرض وسبحان الله يقع الأرض وشاء اللطيف الخبير أن هذا الإنسان يفقد قدميه على إسر هذه الحادثة وسبحان الله يكون قعيد ويكون قعيد ولكن سبحان الله سبحان الله بهذا البلاء اليسير بهذا البلاء اليسير اللي يبتل الله سبحانه وتعالى به هذا العبد يعود هذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذا الأخ يكون قعيد على الكرسي المتحرك وغير ذلك ولكن عاد إلى الله سبحانه وتعالى وأناب عاد إلى الله سبحانه وتعالى ورجع الأخب يقولوله والله في الوقت الذي تشعر فيه القلوب قلوبنا نشعر فيها بقسوة سبحان الله نعود إلى هذا الشاب ونرجع إليه لنرى حاله سبحان الله ونذهب إليه فترق القلوب بمجرد أن نرى هذا الشاب شاب خلاص أقبل على الله سبحانه وتعالى شاب خلاص عصم الله عز وجل الجوارح ومن الوقوع في المعصية شاب بفضل الله تبارك وتعالى عصمه الله سبحانه وتعالى من الذنوب شاب سبحان الله يتحول داعية إلى الله سبحانه وتعالى قبل الفجر الساعتين يبدأ يتصل على أصحابه ويقضهم لقيام الليل أي إنسان يذهب إليه وتوجه إليه يعظه وينصحه سبحان الله بل الشاب مجرد ما عاده يقول لي فلان 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 فتذكرت سنة من السنوات قلت أصالت تهاجد في رمضان في هذا العام وكان هناك شاب يأسرني إذا نظرت إلى وجهه من حلاوة الوجه نور الطاع على وجهه سبحان الله فقلت لهم أهذا فلان الذي كان يصلي معنا التهجد قالوا هو فلان أصبح بيته بيت دعوة أصبح تلفونه تلفون دعوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله يبتليه الله سبحانه وتعالى ليعصم جوارحه ليعود هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى بيقول وفي نفس العام شاب آخر ويقع من الضور الثالث الثالث وده من السابع ولكن سبحان الله مات قارن بنده وقارن بنده أنا طبعا لا أجذب أن هذا صاحب حسن خاتمة أو دأسو خاتمة أنا لا أقول ولكن سبحان الله شوف تقدير الله سبحانه وتعالى هذا العبد سبحان الله هذا العبد يعصم الله سبحانه وتعالى جوارحه لتكون هذه الجوارح قريبة من الله سبحانه وتعالى طائعة لله سبحانه وتعالى ماذا لو أحبك لو أحبك والله العظيم لسخر هذه الجوارح في طاعته لو أحبك لسخر لك أسباب الطاعة لو أحبك لسهل عليك الطاعة أيا كانت هذه الطاعة وما فيها من ثقل وما فيها من شدة سبحان الله أجد شاب من الشباب في عز الصيف في عز الحر سبحان الله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام في العمرة اللي فاتت دي لأن كنت فيها منذ أيام أرى سبحان الله أما فاضلة من أمهاتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي عمرها ما رأيتها أبدا في درس من الدروس وإحنا في الأوتوبيس بنتكلم وإحنا في المدينة في درس وإحنا في مكة في درس إلا وراء سبحان الله عينها تدمع وسبحان الله في أثناء الانتقال من مكة إلى المدينة وطبعا أن الانتقال من مكة إلى المدينة في قمة الصعوبة وفي قمة المشقة سبحان الله أذننا للصلاة المغرب وإحنا في الأوتوبيس أثناء الانتقال وألاقي زوجها الفاضي ليجي يقول لي أنه المغرب إدن عشان زوجتي صيما سبحان الله أنت على سفر أسقط الله عنك الصيام سبحان الله أنت على سفر وسفر شديد جدا 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 انتقال حوالي 470-480 كيلو متر من مكة المدينة ومع ذلك هي صائمة لله سبحانه وتعالى يسهل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي يحبه الطاعة سبحان الله شاب أخر يقول والله أنا طول النهار في عمل شقي جدا 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 ومتعب جدا 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 وسبحان الله ولكن مع ذلك رغم هذا التعب وهذه المشقة كنت دائما على ذلك الله سبحانه وتعالى محافظ على صلاتي سبحان الله يقول هو والله كنت أجد سهولة سهولة في الطاعة ويكأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر علي هذه الأمور سبحانه الله يقول لي والله العظيم ما من ليلة أنام فيها وأنا أعلم يقينا بسبب مجهود النهار أعلم يقينا أننا لن أقوم أبدا بالليل لصلاة الليل أو للفجر أو غير ذلك ولكن سبحانه الله أخذ بالأسباب الفجر الساعة خمسة أصبت المنبع على أربعة لعلي أقوم لقيام الليل يقول لي والله العظيم ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى قدر التعب والمشقة والنصب اللي أنا فيه ويعلم الله سبحانه وتعالى أيضا مني قدر بذلي وطاعتي له سبحانه وتعالى أنا دائما ببورها لله سبحانه وتعالى عن حبي له بذكري له وقراءة القرآن والدعوة إليه وغير ذلك يقول لي والله العظيم وأنا في جوف الليل ساعة ثلاثة أجد من يوقظني وأجد هواتف في أذني قم لقيام الليل قم لقيام الليل قم لقيام الليل وأجد سبحان الله خف في نفسي خف في نفسي لأقوم لأصلي قيام الليل في هذا الوقت وأنا لا أستطيع أبداً بيسأل لي بيقول لي أنا مش عارف سبحان الله ما هذا الهاتف الذي يأتيني في أذني ما هذا الدافع الذي يدفعني إلى قيام رغم أنني متعب ويقول لي سبحان الله أأم الساعة ثلاثة وأبدأ للتوضى وأبدأ أصلي سبحان الله أجد الأمر يسير جداً طفين تعب النهار فين نصب النهار تعب النهار ونصب النهار انتهى فيقول لي أنا عايز حدي فصر لي إزاي أنا بأأم بكل سهولة وبكل يصر أقول سبحان الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك ولولا أنه يحبك ما أقامك أبداً ما أقامك أبداً لأن الله سبحانه وتعالى لا يقيم في هذه الساعة إلا من أحب لا يقيم في هذه الساعة إلا من سخر الله جوارحه لطاعته واصطفاه لنفسه واجتباه لعبوديته سبحانه وتعالى فهذه علامة حب إن ربنا سبحانه وتعالى دائماً ما يدفعك إلى عمل صالح وإلى طاعة وغير ذلك سبحان الله ممكن تكون إنسان لا تملك شيئا أصلا ونفسك إنك تحج ونفسك إنك تعتمر ونفسك إنك تذهب إلى مثل هذه الأماكن وليس معك يعني قرش واحد أو درهم واحد أو دينار واحد أو ريال واحد إنك تذهب إلى مثل هذه الأماكن سبحان الله يمن الله سبحانه وتعالى عليك بذلك يحدثني أحد الشباب يقول والله في ليلة من ليلة رمضان ظللت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم الحج في هذا العام وانا اعلم يقينا اني ليس معي مليما واحدا للذهاب الى الحج وكانت هذه الليلة من الليلة العشر الاواخر من رمضان فظللت ادعو الله سبحانه وتعالى دعاء شديدا ودعاء كثيرا حتى يمن الله سبحانه وتعالى علي ان احج هذا العام وسبحان الله كان في نفس الليلة سبحان الله انتهت الليلة وصليت الفجر واذا بداعية من احد الدعاء يضرب على كتف ويقول ها مش لسك تحج فسبحان الله في هذا الوقت يعني تفطر قلبي بالدموع قبل ان تنفطر عيني بالدموع قلت له نفسي احج انا نفسي احج فقال سبحان الله هاتي الله جواز السفر بتاعك وكتب الله سبحانه وتعالى يقول وشاء الله وقدر ان انا اخرج للحج في هذا العام والذي كان سببا في خروج الحج لا يخرج ابتلاء من الله سبحانه وتعالى شوفوا سبحان الله يعني سبحان الله يعني اذا احبك يسر لك الطاعة إذا أحبك يسر لك الطاعة يسر لك الطاعة أيا كانت المشقة اللي موجودة في الطاعة أتذكر على ذلك مثال بأبي ذر رضي الله عنه أبي ذر الغفاري يوم تبوك أحبابي ساعة بكل ابن الكلام عن غزو التبوك أبي ذر رضي الله عنه كان له أمر عظيم أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة في الحر الشديد وقلة الظهر وغير ذلك ومع ذلك الناق التي كان يركبه أبي ذر يصيبها مرضا شديدا فيتأخر في الطريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أيقن أن هذه الناقة لن تجعله يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ترك هذه الناقة وحمل متاعه على ظهره في هذا الحر الشديد ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي أعانه على هذه الطاعة من الذي يسر له هذه الطاعة سبحان الله إنه الله لأن الله يحبه فإذا أحبك يسر لك الطاعة إذا أحبك يسر لك سبل الطاعة بل إذا أحبك فتح لك كل أبواب الطاعات من وراء هذه الطاعة انت جاي لطاعة واحدة بس قمت بالليل لطاعة واحدة بس تجد ان الله سبحانه وتعالى يوثل لك العديد والعديد من الطاعات ما شاء الله صليت قيم الليل تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعدها بيفتح عليك انك تفتح المصحف وتقلاء القرآن تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بعدها مباشرة يفتح عليك انك ترفع ايديك وتدعو الله سبحانه وتعالى بعدها تجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح من ايديك علشان تستغثريه سبحان الله هذه علمة حب من الله سبحانه وتعالى إنه دايما إليك من طاعة لطاعة من طاعة لطاعة وسبحان الله قارني بقى الجهة التانية وقارني معي أخي الحبيب بإنسان لا يحبه الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان سبحان الله نسى الله ابتداء نسى الله ابتداء فعقبه الله بأن أنساه الله نفسه قال الله عز وجل نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم نسوا الله مع النبي في غز والتبوك فما أعدوا العدة ولا أخذوا الزاد وأعد كل واحد منهم الحج والعض اللي هيلقيه بن إدين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أنساه الله سبحانه وتعالى نفسه قال ابن القيم لله دره نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني إيه نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني هينسى اسمه؟ هينسى هو مين؟ ابن مين؟ أولاده مين؟ وزقته مين؟ لا 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 ليس هذا المعنى قال ابن القيم لله دره أنساه الله ما فيه النفع لنفسه أنساه الله ما فيه النفع لنفسه وأنساه الله ما فيه الضر لنفسه فتجد الواحد منهم يسارع ما فيه ضر لنفسه ويبتعد تماما عما فيه نفعل نفسه وهذا مصداق لقول الله نسوا الله فأنساه أنفسهم تلاقي دايما بيأخذ خنجر ويضرب به نفسه يضرب به نفسه خنجر الذنوب وخنجر المعاصي يضرب به هذا القلب حتى يصاب هذا القلب بالموت أو حتى يصاب هذا القلب بالأمراض المزمنة التي ينسى بها الله سبحانه وتعالى نسوا الله فأنساه أنفسهم سبحان الله الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى تجد هناك ثقل في الطاعة ثقل في الطاعة على نفسه لا يقوم إلى الصلاة